هل نحن نقوم بقرأة مساء الخير النهاردة هنبدأ السكشن الرابع عندنا. هنتكلم شوية ما زالنا في شابتر كتوب. نتكلم على المابس. وحال النهاردة ثلاث مسائل كده هنتكلم شوية على ال والبيعي يعتبر كله موجود وخدناه لكده تعالوا مع بعض ناخد أول سؤال معنا أول سؤال بيقول عندي 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 ويقول لك هنا نعمل عليها شوية حقات أول مطلوب نفتكي للكود تبيني مجزايا فنعمل دروقه أفلو تشارد فور زابوف كود سيجميند وبعد كده هنرائت إن مابس السمتل كود الإكويفلاند أو زابوف كود سيجميند وآخر حاجة بيقول لك إيه السائز بتاع السمتل كود إن بارتس حقا نمشي عليها واحدة واحدة أول حاجة كده هتعلن هايلايت كده شوية حاجات بيقول نستخدم حاجة فممكن يبقى الحالة بتاعتنا هو بيالك نستخدم تزيره فأنا استخدم تزيره ومش استخدم حاجة غير بيقول لك أن أنا عندي شوية وكل مؤين هتلاقي زي ما حكلمنا بلكده إن الريجيسترز بتاعنا بيبو بالس ودول بعبرنا عن سيف دواليوز وفاليوز بتاعبار عن سيف دواليوز بتاعبار عن مدين الاي والصم والإن موجودين في الس زيرو اس وان مصدو بيقول إن إيه إنتجرز ويز بيز ستورد إنتجرز لكن خلي بالنا هنا قال لي فبالتالي أنا عرفت معلومة عن الريدي وأن بتاع الألمنت هو إنتجر فبالتالي بتاعه إن بايتس هيبقى فور بايتس ودي معلومة مهمة جداً وهتفرق معنا لو أنت ما أخدتش بالك هي ممكن تغلط فإحنا عندنا إنتجرز اتفعنا الإنتجرز بصائز بتاعه 22 بيت أو فور بايتس لو أنا عندي فبالتالي لما بضيف الري بضيف لو أنا عندي حاجة زي مثلاً أو عندنا فبالتالي بيبقى بضيف اثنين بايتس فبالتالي احنا في الكيز بتاعتنا احنا كل إضافات بتاعات الأدرس بتاع الأري هيبقى كل إله من بيبقى أنا لنقبله بربعة بها حسناً تعالوا مع بعض كلاً نفتكر الفلوت شارت بتاعاتنا واحنا عارفين في الكيز بتاعاتنا كان بيبتدي هنا حاجة اسمها كده وعندي بعد كده الديفينيشن بتاعات الحاجات الكونستنس اللي هنحطها فإحنا لو بصينا في الكونستنس اللي بنحطها أو الانثماتي اللي بنعملها وبتتحط كده وتعال نشوف احنا لكون عندنا أول حاجة كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل الانشيلايز للآي بزيرو والصم بزيرو فدي أول حاجة عندنا هنحطها في الوقت بتاعنا ان احنا عملنا انشيلايز للآي اكوال زيرو وعملنا انشيلايز تاني ان الصم اكوال زيرو الكود اللي بعد كده هيبقى عبارة عن جزء واحد اللي هو الجزء دوت وده عبارة عن جزء واتفقنا الفرق ما بين الواللوب والدووال ان الدووال هتنفذ الكود على أقل مرة واحدة لان هي بتشيك الكنديشن بعد وبتنفذ البادي الاسكشن بدأ من امتى؟ الاسكشن بدأ من دقتين بالزبط ثلاث دقائق حال ماشي نرجع تاني فاحنا بالتالي عارفين ان الحالة بتاعتنا هنا هننفذ البادي وبعد كده بنتشيك الكنديشن البادي دوت ده شكل في السي احنا اعرفنا عليه قبل كده تتعلن فك واحدة واحدة احنا عارفين ان السم بلس اكوال معناها ان انا عندي السم مبارة عن سم بلس تيرم واتفقنا ان انا عندي في فرق ما بين بلس بلس اي والاي بلس بلس واتفقنا ان كل واحد بيشتغل ازاي فانا عندي اللي فوق دوت في انكريمينت وبعد كده بيعمل عملية اليوز والتحت كان بيوز وبعد كده في انكريمينت فاحنا بالتالي هنا السم بلس ايكوال هيتقسم جزئين فاحنا عندنا اي بلس بلس معناها ان انا هستخدمها الاول فايبنا عندي اي كده انا استخدمتها وبعد كده بعمل عملية فتبقى الاي بلس بلس او او الاي ايكوال اي بلس وان الان فده الفكة بتاعت الباطي بتاعنا فا الكلام دوت مش او او واتا الكلام دا تحط في ثاني اي بنا عندي هنا ده بيعمل عمليتين عندي اول عملية انه بعمل sum وبعد كده الخطوة التانية ان بعد كده عندي ان هو انا عندي هنا شك ده كان بنعمله على شكل او معين انا بتشك هنا ان ال او لو الكلام ده متحقق هي والتالي لو الكلام ده متحقق هي نفذ عمليت الصم تاني فبالتالي يرجع هنا لو ده بنوع هيعمل الجزء اللي بعد اللوب بتاعتنا اللي هو ان يرسيت الاي فبيخلي الاي بزيرو فده برضو ماسماتيك الاوبريشن فبيبقى هنا عندي الاي الكل زيرو واخر حاجة عندنا بتبقى الابل بتاع الانت كده احنا عملنا اللي احنا مش مستخدم يعني مش هنحتاجها في المنهج ومش هترسمها في الانتحان ولا اي حاجة من حاجات دي بس هي بس بتعرفك احنا الكلو بيمشي ازاي وبعد كده هنعرف نحول الكلام ده الكود بسهول فاتعالوا نمشي مع بعض احنا اول حاجة هنكتب الكود بتاعنا فاتعالوا نكتب الكود كده خطوة خطوة الانت دول ما بيمثلوش اي جزء ان الكود عندنا فنفهمش اي مشكلة فاول جزء عندنا ان انا بكلير الاي وتعالوا ما بصع عندنا هو اللي بتاعنا كده تعالى نعمل تابل ان الاي ده نتخزن في اس زيرو عندي لصم نتخزن في اس وان الان نتخزن في اس دو واخر حاجة ان الاري نتخزن في السلاتة وهنا الاري اصد بيها البيز ادريس بتاع حال فاتعالى نكتب الكود بتاعنا هنا مع بعض ماشي اول خطوة بنعمل كلير الاي بتخلي الاي بزيرو اللي ان شاء عايز احط اي فالكلام ده بيبقى يعني فاحنا اول خطوة عندنا هنعمل اد او ايد اي يعني على حسب انت بتحبي اي يعني ونحط في الاي اللي هو اس زيرو فالدستنيش عندي اس زيرو او ممكن تكتبه بطريقة تانية اللي هو رجستر زيرو بالفعل ما بين الاتنين دول ايه انا هنا ده كتب اسمه رجستر لو اسمه زيرو هنا كتب الادرس بتاع رجستر اللي هو زيرو دي مشي الفالي بتاعه راح نتكلم على الادرس بتاعه خلق دول طرقتين هتلاقيهم موجودين فاحنا نتعود على شكلهم يعني عندي بعد كده الصمت عايز اعمل له نفس النظام تعال نكتبه بطريقة التانية هنعمله اد اي رجستر اس وان وزيرو رجستر وزيرو خلق انا ليه كتبت الاتنين بطريقة مختلفة عشان تبقى اعرف ان الاتنين زي بعض وبنستخدمه كده وهكذا لكن في النهاية بتكتبه مطريقة حال خطوة بعد كده احنا محتاجين حاجة هترجع هنا فلازم هيبقى عندي جزء للابل بتاعي يعني انا محتاج اعرف ان انا هارجع عادي الكود ده فالمتوقع الكود ده اللي ما هكتبه هنا هيبقى عندي فيه لابل معين وليكن لوب او دوء او طفر يعني هنسمي لابل بتاعنا ايه فانا عندي لابل بحيس ان انا هارجع للنقطة دي تاني من تحت حال احنا عايزين نعمل بقى المشكلة دي ازاي احنا عندها دلوقتي عارفين ان الموجود موجود اردي في اس وان مفروس مشكلة حال هل ده عندي لأ مش عندي ده موجود في الميموري فعشان اجيبه في الميموري محتاج احسب الادرس بتاعه فاحنا اتفقنا ان الادرس بتاعه وابارها عن ايه بلاس ايه في السايز بتاع الايلمنت وحتى فانا ان السايز بتاعنا كان اريو فبالتالي السايز بتاع كل الايلمنت اربعة فاحنا بالتالي محتاجين نعم نجيب التيروم ده نحسبه وبعد كده هعمل له لود من الميموري حال فاحنا عارفين ايه موجود في اس وزيرو فبالتالي اول حاجة هضرب اربعة احنا ماخدناش المالتوبلاي او فيه في الميبس بس احنا مش نستخدمه ففي الحالة دي احنا بنستخدم عملية تانية اتفقنا وشفناها لكده النهاية انا ماداية من مالطب اللي كانت بتاعي مالطب لوفتو فبالتالي انا ممكن اعمله عالطريقة استخدام عمليات الشفت ولو عملت نفس الكلام فبالتالي حاجة زي كده احنا محتاجين نعمل لها شفت فانا اعمل شفت وبما ان انا بضرب فهعمل شفت ناحية الشمال فهعمل شفت ليفت وبما ان انا شفت ليفت مفوش على رسماتك ولووجيك فهو بس طيب انا عندي اللي هو شفت ليفت لوجيكل عندي الاي احنا يضربه باربعة فلا بالتالي الاي موجود عندي حفز زيرو واعمل له مالطبلاي باربعة يعني هعمل شفت باتنين حلو اخر حاجة حطه فين لو حطته في الاي انا ببعز كمت بالاي في التالي مش هعرف 요فة ببعز كمت الي لان oportun انا في الوق لاحب الاي زود عليه فبالتالية محتاج أخذ زي انا في تمبري بارمن john. هو كان قل عليه ان هو التير+. فبالتالي انا كده زيرو جواك في الhole بتاعة الاي مالطبلاي باربعة. محتاج اجمع بعد كده الاي. خلي بالك ان الاي فاربعة ده باربوع مش يعني انا عندي هنا لو انا بقع اعمل لو plaisir مثلا كان ممكن اقول او وبكتب هنا افسد. وهنا الادرس بتاعي فان الادرس بتاعي مسلا هنا الاي كراسترات. طبعا نسمد اي حاجة يعني خلي تزيره مسلا. ده ده رقم فبالتالي ما ينفعش احط الفالي بتاعة اي فاربعة فبالتالي مش عرف استخدم افسد في الاد فانم احتاج اعمل عملية الاد قبل ما اعمل اللوت. فعشان اعمل الاد انا عندي التي زيرو هجمعه على البيز ادرس بتاعي اللي هو اس تلاتة. حط الفاليو في رجستر. انا مش هعرف بوز اي رجستر من دول. فبالتالي انا ممكن احطه في تي زيرو. طب تي زيرو احنا مستخدمينها هنا. في شيء مشكلة. انا كده كده مش محتاج الفالي اللي هي مطبولة باربعة. باي عملية انا مجرد ما هستخدمها في الاد الفالي العديمة مش موهمة بالنسبالي. فبالتالي لما انا بعمل هنا الاد بتاعتي تزيرو بقى جواها الادرس الجديد اللي هو ادرس او او او. كده ما عنديش اي مشاكل. كده متحقي اعرف اعمل عملية لود. فهنا اعمل عملية لود. نجيب الورد من الميموري. فانا هعمل لود وورد. ولو نفكركم تاني انه ولو هي ما كانتش خورد. يبقى نستخدم البوست فكس مختلف يعني بدل لود وورد ممكن تبقى لود بايت لود هاف وطيفر يعني. فانا هعمل لود وورد. هلا اول فرامتر ده بيبقى الديستينيشن بتاعت الفالي اللي هكيبها من الميموري. احنا عندنا ايه الفاليابلز ممكن نستخدمها? هتلاقي انك عندك التزيرو. التزيرو. هل احنا محتاجين نستور الفاليو تاني? يعني هلها هحتاج تزيرو في حتة تانية? لا. فبالتالي ممكن نستخدم هنا التزيرو. عندي الافزت بتاعي بكام. الافزت بتاعي بزيرو لان انا ما عنديش اي افزت هنا. الادرس بتاعي اللي انا بحطه هيكون جاي من تزيرو. فالتاني انا كده خدت الادرس الموجود في تزيرو. رحت الميموري. يعني لو ده الميموري. وهذه الرجيستر فايل. الرجيستر فايل هي خرج لي هنا تزيرو بتاعته بكام. هدخله على الميموري بتاعتنا. الميموري تخرج لي هنا. الـ a of i. اخده من الخالة وتاني على الرجيستر. ومفروض احنا ورد خدنا النهاردة في المحاضرة. الـ حلو. فاحنا عملنا عمليات الـ الـ الوقت اقدر اجمع. اقدر اجمع. اقدر اجمع. فبالتالي هجمع على الصم. انا عندي الصم موجود في S1 فنرتالي. الـ destination بتاعتي S1. S1. واخر خرجة عند الـ value رجلتها. يزير وهو حط الـ value هنا. بالـ add. حال. خطو اللي بعد كده. احنا عاكدين نعمل increment. خلي بالك انا بعمل هنا increment بـ element 1. في اداء element. في الاتن ان انا بزود الواحد. فنا هعمل. ومن انا عندي هنا دي value constant. فهيبقى add i. والـ i ده موجود في S0. فبقى انا هزود على S0. واحد وحطه في S0. لغاية هنا حد عنده مشكلة. عارسة. حلو. ده هنعمله ازاي? فيه ضرائتين. فيه ضرائتين انك انت ممكن تحط equal. تتشيك نهي اه لو هو not equal. فيروح مكمل اللوب او تخليك direct. وتفقق بقى من اي محاولة اي حاجة. احنا هنا في السؤال ده مش محتاج منا. فانا عايز اعمل عملية فبالتالي ممكن نعمل على طول. انا عايز اعمل i اصغر من الـ in. في البتالي الـ i هتزهر الاول. فيبقى عندي هنا الـ i S0. الـ in متخزنة S2. وهو احط الـ value من الـ temperature register بتاعنا هو هو. فبالتالي هيبقى الـ T0. كده عندي الـ value. انا عايز ارجع لو الكلام ده بواحد. اتفقنا ان انا لما بقول عايز الـ branch equal الـ register. مثلا جاي من هنا T0. مع الواحد. الكلام ده ما ينفعش يتعامل بـ instruction الحقيقية. لان انا الواحد عندي هنا ده رقم immediate. وانا عندي المفروض هنا يبقى الـ register. فكنا بنستعيد عن الكلام ده بان انا بدل ما اقول الـ equal 1. فهنقول ان هو branch not equal 0. وزيرو المرة دي انا عندي في register. فبالتالي هي تبقى الـ instruction حقيقية. فانا محتاج اعمل branch not equal. تاخد T0. وناخد الـ register 0. واخر برامتر بتاخد الـ do. اللي هو الـ label بتاعنا. ونننساش branch احنا لو فاكرين احنا بنراجع كده بسرعة كده. عشان احسب الـ value بتاع تـ do كنا بنعمل ايه? كنا بنعد من الـ instruction اللي بعضي واطلع لفوق كامل instruction. ففي حالة branch دي مسلا لو عايز اعرف value بتاع تبقى بكام. فانا بعد من هنا. فتبقى negative three negative four negative five negative six negative seven. فبتالي نعمل اسمبل الـ instruction دي منفرد اشير كلمة do. فبحط negative seven. حالة. عندي بعد كده اخر حاجة ما ننساش. انا عندي في النهاية انه هو يخلي i بزيرو. فهيا اجعل s0. واخلي بزيرو. فاعمل add register zero مع register zero. ويبدأ اعمل الـ add. وانا كده خلصت الكود بتاعه. اخر حاجة عندنا. بيقول اللي. حلو احنا عندي عنوين من size. يعني size ثابت. ودعو عبارة عني. الصيز اللي انا خدته في الميموري. فانا عندي كامل هنا. تعال انا add. انا عندي واحدين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. عندي ten instructions. كل الاستركشن بتاخد ادي في الميموري بتاخد فور بايتس. فيبقى multiplied by four بايتس. فيبقى total static size. هو عبارة عن اربعين بايتس. وتخلي بالك اليونت اللي هو طالبها. يعني هو لو طالب عدد. كنت اكتفى بالعشر. لو هو طالب بالبيتس. فانا هعمل 40 بايتس. حلو. طب لو هو مش مش بنتكلم على الكود في الميموري. هنتكلم على كود ايه داني. قال لك فيه كود اسمه dynamic size. ده ده بيعبر انا نفذ. ففي الحالة بتاعتنا هنا. لو انا عارف كم فعلية. ففي الحالة دي انا اعرف هو الكود الفعلي اللي لتنفذ size. احنا في النهاية احنا ليه بنعمل loops. يعني ليه مش بقرر الكود. يعني انا لو انا ممكن افك اللوب دي. نعمل حاجة اسمها loop unrolling. ان انا هفك اللوب دي بدل ما هي. loop ممكن افكها. لو هي لانة بعشر. يعني انا هعمل نفس العملية عشر مرات بعشر مختلفة. ليه بعمل loop. عشان هتصغر الكود size بتاعي. ففي الحالة دي اللوب بتاعتنا هنا خدت مساحة صغيرة في الميموري. بس في نفس الوقت هي هتتنفذ كذا مرة. فالديناميك سايز هو عدد اللي تنفذت فعليا على البروسيسور. يعني اشوف مثلا. انا ده هيتنفذ مرة. آآ ااخد كده. ده هيتنفذ مرة. ده هيتنفذ مرة. ده هيتنفذ عدد مرات معين اللي هو اللوب. وبعد كده بيتنفذ مرة. فانا لو انا اللوب بتاعتي لفت مرتين مثلا. فيما انا عندي اتنين سبتين. وعندي واحد ثابت. وعندي الكود دوت اللي هو سبعة فيبنا عندي السبعة دول هيتنفذ مرتين. فيبقى اربعتاشر والتلاتة. آآ سبعتاشر. فيبقى الديناميك سايز بتاعي سبعتاشر. طب لو اللوب بعشرة. هكذا. فتفضل تكرر دوت فانت بتحسب عدد الانستركشن اللي تنفذ فعلي. وبكده تبقى خلصت مسألة دي. نشوف حد عنده اسئلة. لا. احنا عندنا اي بلس بلس يعني يوز وبعد كده انكريمينت. ثاني احنا كتبناها فوقها. بلس بلس معناها ان انا هيوز يعني هستخدم الفاليو. وبعد ما استخدمت الفاليو هانكريمينت الفاليو. فانا ما ينفعش انكريمينت قبل ما استخدمها. فهو هنا بيستخدمها عشان يجيب الادرس بتاعه. فانا بعد ما جبت الادرس عملت عماية الانكريمينت. عملنا اللود وورد ليه? عملنا اللود وورد عشان هو دلوقتي اي دي ما موجودة فين متخزن فين الاراي ديت. الاراي ما ينفعش تتخزن في الاراي بتتخزن جوه الميموري. فاحنا بنطلب من الميموري والميموري اعملي ترانسليت للادرس ده بالفاليو. بمعنى تعال لكده. ناخد حطة لجمب كده. احنا هنشوفها قدام. بس فورناو هنا. تعال لكده. انا ودي الميموري التعطي. انا عندي حكتين في الميموري. عندي وعندي ادرس. التالي انا عندي حكتين. انا عندي في رجستر حاليا اللي هو ده ادرس. والاي ده افسد. ففي النهاية انا هعمل كالكوليت للادرس ده. وهروح للميموري اجيب الباليو. الباليو القيمة بتاعة الاراي. وبعد كده استخدم. الادرس ده قد يكون. زيرو اكس. يعني رقم هكسة. واحد اتنين تلاتة اربعة وطفر خمسة. ستة سبعة. تمانية. ونخلي بالنا انا ليه كرتبت تمانية. لان انا عندي هنا تمانية هكسة معناها اثنين وثلاثين. ونخلي بالنا ان اخر واحد. لازم يكون مضعفات الاربعة. وما تنساش الحتة دي لان الحتة دي مكان بتتسائل في الاربعات. احنا لو حطينا الادرس داعنا لازم الادرس بها يسمع الاربعة لان هنا احنا بنلود كاملة من الميموري. فبالتالي يبقى انا عندي هنا لازم يزيرو. ياربعة. يتمانية. ياتناشر. ياتناشر اللي هو سي. يستاشر اللي هو رجع تاني زيرو. حال. هو انا ممكن استخدام. لا مش ممكن. علشان احنا ما عندناش الواحد في رجستر فانده ممكن تحط تانية عشان تلود الواحد وهكذا يعني. هو ده سيكشن اثنين التصالات. ده ساكشة التصالات كلها. اول سطر الادرس زيرو 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 زيرو. هو انت المفروض تحطو دولار ساين مبدئيا كده. يا احمد علشان تعرف ان هو دول رجستر فبالتالي لازم تحطو دولار ساين. واحنا اتفقنا ان اول الفاتر دوت اه اد رجستر زيرو ده. ممكن نكتبه ادي اد او اي ما فيش اي مشكلة ما فيش اي فرعان دينا. نحن عامين اد اس زيرو زيرو وزيرو. اتفقنا الاثين دولار طريقتين نكتب بينهم رجستر زيرو. هلو معينا. محمد. جون يا محمد. مش مرد السؤالة انت استخدم وانت استخدم. احنا اتفقنا. هيعتمد على انا بقرن بايه? فلو انا عايد اقرن بالواحد. هل الواحد ده عندي في رجستر? لا ما عنديش لا. فبالتالي هاتطر احطه في رجستر. طب ليه انا احطه في رجستر ما اتفقنا. اتفقنا. لو انا عندي اقوال واحد هي اكويفلنت لنطق اقوال زيرو. نحن اتفقنا الستلس زين بتخرج لي زيرو يا واحد. لو هي اقوال واحد معناها ان هي مش اقوال زيرو. تمام. بس. ماشي معينا محمد حسام. هو لو الاري مش اي حاجة تانية يقول الانتجر كان ايه اللي في الانتجر. انا بطبعي في كامل. مش انا مخروض بعمل الانتجر عشان انا بستخدم فانا بعمل الانتجر عشان احاوله. بالضبط. طب لو الاريمنت اللي عام دي اصلا هو وان بايت. مش فور بايت. في الحالة دي اصلا انا مش هحتاجها ملتبلاي باي. هتحجم اصلا الاندكس على طول كده. اقول له اجمع الاندكس على طول على البيز ادرس. يبقى انا كده جبت الادرس الجديد بتاعي. يعني انا مش مش هعمل الخطوة اللي بتاعتها اللي شفت. انها بطرف اربعة. ويبدل. تمام. وبرضو مش هعمل الاد صح. لا انا هعمل الاد. بس انا هعمل الاد. بس انا هعمل بدل ما هو انا كنت بعمل اد. لالتي زيرو اللي هو فيه ملتبلاي باي اربعة. هستخدم ال اي نفسه. هيبقى س زيرو. تمام. وبدل لود بورد هتبقى لود بايت. اه. كمان استني انا اخذها كده. اه. انا مثلا انا عايز ان هي element size بتاعها بايت. فانا كده ده مش هتتنفذ. الاد بتاعنا هنا هيفضل محتاجينه. فانا بدلت يزيرو ده. هيبقى الس زيرو بتاعنا. وبدل كلمة لود بورد هيبقى لود بايت. ناد. ناد. نالوا ناد. ها ندى. نالوا ناد. نعمل ي 1975 يجدون مستقل مستقل همسه. ناد. ناد نعمل يا ناد. ناد ندا. نا ندر مستقل هذا. نا نعمل يا ناد. نا ندر اصلا مرافاتش ايدي أم. نعمل ترافاتك. لا 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 لا. حالو اين تستخدم الجه? فهنا استخدمنا الجه في حالة ان هو لو كان عندي زين بارت وقال سبارت. لو انا عندي زين بارت وقالت سبارت في الحالة دي انا محتاجة سكيب بارت من الاتنين. خلالا احنا دلوقتي عندنا جزء من الكود ده لهوه فانا بالتالي محتاجة سكيب في جزء من الكود. الجزء اللي انت بتتكلم عليه ام تستخدم الجمب فاحنا اكلمنا ان كان الكود عندنا عندي هنا وعندي في جزء اين في الكود في جزء الزن كود مثلا وعندي جزء بتاع الالس كود فانا انا بقول ان البرانش ايكول ده لو هو ده اتنفذ هيروح للالس الف لو ما اتنفذ هيكمل تحت للزن فالحالة دي بقى عندي هنا الزن لو كملت هتروح للالس فبقى انا نفذت للزن والالس فبالتالي ده ما ينفعش فبالتالي بحتاج هنا هعمل جمب فالإجزت ده اصلا ده مش بيخرج البرنامج ده اي ليبل انا حطه فانا سميت الليبل بتاع النقطة دي ده مش ليبل ايه معناه يقفل ده معناه الاجزت من المسل مش مش دايما في الكود هتلاقي جمب اجزت حالو ممكن ديناميك سايز تاني هنتكلم عليها السؤال التالت النهاردة فهنشرحها بالتفصيل انا بفكرك كلمة اللي حصل في المحاضرة بس هننفذها يعني حالو نيجة في سبعة هتبقى ريتن ازاي في ها دي من سبعة واحد زيرو واحد فيها الصفار هنا والصعيز بتاع ستاشر هعمل فيبقى الواحد واحد زيرو واحد 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 وهكزا هتحول الكلام ده الهكسة فيطلع عندك الكلام ده بالهكسة هيعبارة عن اف 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 واخر برضه هيبقى اا تمانية وتلاتة حداشر حداشر يعني بي فدي هتبقى سبعة بتاعتي حلو ممكن استخدم برانش ايكول وبعدها جنبل دو او برانش ايكول تحقق يجزد ده الاسهل عايزة تعمل لي اي حاجة هتشتغل اوكي بس هو ده هيبقى التفكير الصح ان انا عارف ان نستطلت ازاي لو هي بنيجي نقارن بالزيرو بس مين فاش نقارن بالواحد فلو انا عايز اقارن بالواحد بقلب الكنديشن بتاعي بدلا ما هو ايكول هيبقى نوط ايكول يعني هو احنا دلوقتي متكلمش فقط ما هيزيش هتكلم اللوجيك نهاج علاقية يعني فانت كده هتعقدي على نفسك ومش مستهلا حدى عنده اسئلة تانية اه طاقت كده ما فيش اسئلة تانية تخش على اللي بعضه سؤال البعض بيقول لك the following code fragment processes to arrays and to use an important value in register vz بل لك ان الكود عندي بيعمل some process كده على ال to arrays بيطلع value مهمة في ال vzيرو ومع لك ايكول value دي ايه فانت مفعود كده بغاية عزيزي اللحظة انا مطاقع انها يطلب اللي ذا يجي بالتعملي بزدبطية بلك أسيوم بان نزول الواتف شيء جزيرو بالتعملي بزد فى الاري ومحصص الايو الواتف ومحصص الايو الواتف ومحصص تانية القدير فهو مديني الكود هنا وبيقول لي انا عايز اعرف الكود ده بيعمل ايه فهنمشي على الكود واحدة واحدة نحط الكومنتز بتاعتنا ونحاول نعرف هو بيعمل ايه. نخلي بالنا من الحاجات المحظوط فيها ايه. فهو بي لك ان انا عندي هنا. هيبقى في زيرو. عندي بتاعنا الفين وخمسمائة ما هذا متخزن في ايه 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 و ايه تلاتة. طيب هو ليه متخزن في كل واحدة لانه هو الكود ممكن يبقى فيه. ففي ايه واحدة واحدة واحدة. اول حاجة انت تقرأ الكود قبل ما تقرأ الكود حاول تفهم الكود مش ازاي عادة عادة ان احنا مش بنكتب كود مش عايزين حد يعمل ومش عايزين يرخم عليكو فانت عادة معنى الكلام هتلاقي ان هو عادة كده هتلاقي الليبود بتعرفك احنا متوقعين نكسبكت في الكود فلو هو لوب هتلاقي حاجة اتعبر عن لوب لو هو كونديشن اي حاجة كل حاجاتي هيباليها معنى عادة فانت من النظر الخارجية انت ممكن تقرأ الكود كده مرة وبعد كده نبتد نفسصه فهو من النظر الخارجية كده انت تلاحظ انها عندي اوتر و اينر فانا مفروض اتوقع من الشكل ده ايه اتوقع حاجة سيمبل او اينر و اوتر معناه استدلوب فانا عندي هنا استدلوب فيه لوب من بره اسمها اوتر ولوب جوه اسمها اينر عندي سكيب يعني بينط حاجة يسكيب بيها فتعالي نمشي على الكود واحدة واحدة هل اول جزء في الكود بيقول لك ان انا بعمل شفت ليفت لوجيكل اتفعنا شفت ليفت لوجيكل من استخدامها امتى لو انا عايز امالتبلاي فهو بيعمل شفت ليفت لوجيكل اثنين لأتو والاسري اتو والاسري دول لو بصنا عندك قال لك دول اللي هم التعالي فهو خد الاسيز وضربه فاربعة فأنا جيت هنا قال لك بتاع الري وان واللي تحتيه كان الاسيز بتاع الاسيز ملتبلاي باي فور حال صفار احنا مش عارفين هو ليه دربهم فاربعة بس هنبص تحت وهنفهم بعد كده هو ليه بيدربهم فاربعة فدي اول انيشيل كده هنمشي عليهم واحدة واحدة اول اتريشن زي ما بيقولوا كده بعد كده بيقولك add V0 0 0 فده بيكلير ال V0 يعني بيكلير يعني بيخلي ان V0 equal 0 وده عادتنا اتفقنا ان الجزء اللي بيبقى عادتنا قبل اللوب ده بيبقى الانشيلايزيشن بتاعنا فدول الحاجات اللي هستطيع ما جوا اللوب فبيصفارها من هنا الجزء اللي بعده بيقولك T0 بزيرو زيرو فهو بيعمل clear بال T0 بعد كده دخلنا على اول سطر في الاوتر بيقولك add T4 A0 T0 حالو احنا عارفين تي زيرو ده احنا عملنا الورست بزيرو طب ايه ال A0 ده بوس كده A0 كان ال base address بتاع الري الاولانية فكده هو جه قال لك انا هيخد A1 ال base address بتاعها احنا هنا تعاملنا مع address وهيجمع عليه T0 وبيحطه T4 خلي بالك تاني احنا هنا دوت عبارة عن address مش value ده بيعبر عن ال address بتاعنا حالو بعد كده بيعمل load word اللي T4 بيحطه في T4 فT4 هنا جابها من الميموري جابها من الميموري وهو عبارة عن A1 plus T0 في الحالة دي مفروض احنا خدنا بالنا من الشكل ده بل كده احنا كان دايما لو عايز احسس الري فكنت بقول لك A وفي اي كنت بنعملها عبارة عن A كانت A plus 4 في اي فبالتالي انا متوقع ان ال T0 ده هيبه جواه الفور وفي اي بتاعنا وهو ده الشكل اللي بيلوض في الري فانا عارف هنا ان دي A1 off value الفاليو دي اللي هي T0 على الاربعة هي على الاربعة دي يعني هو دلوقتي T0 دي هي already multiplied by 4 الاندكس التاحها هو لما اسمها على الاربعة جاب value نسيبها موقعا كده وهنرجع لها دي حلو الفاليو اللي جابها دي هيعمل فيها ايه بيقول لك مش هنعمل فيها حاجة دلوقتي احنا هنكلير T1 خلى T1 بزيرو فبيجمع زيرو على زيرو خير دخلت اللوب الانر فبيقول لك ان اللوب الانر دي بيقول لك ايه add T3 A1 T1 هل A1 ده كان ايه لو فاكك كده what does this mean that the indices of the address ده عندنا هنا كان بياخد A1 واتفقنا A1 ده كان الباز الاريه بتاع الاريه التانية فهو ايعمل حاجة شبيهة بالفوق فهو جاء لك هنا هادي A2 وجمع عليه T1 وحطه جوه T3 خطوة اللي بعد كده اعمل نفس النظام زي اللي فوق وعمل لود T3 فالT3 كانت عبارة عن A2 A2 of element معين اللي هو T1 على اربعة واتفقنا لي على اربعة علشان احنا لو احنا بنزود I1 فاحنا بنزود الترم كله اربعة فبالتالي انا الاندكس بتاعي هيبقى لما اقسم الرقم دوت على اربعة والكلام ده شوفناه في مسألة في الشيط اللي فات حال بيقول لك بعد كده branch not equal skip كود ده بيقول لك ان انا هنفذ condition ولو ال condition ده مدحق هينوت فال condition بتاعنا ده هيبقى حاجة مهمة هو بيقول لك لو ان T4 T3 not equal T4 go to skip حال ايه الخطوة اللي بعدها بيقول لك add v0 v01 هنا بيعمل v0 plus وتعالى نبص على الكلام دوت هو الكلام دوت الانستركشن دي الانستركشن دي هتتنفذ الامتة هي هتتنفذ لو الكوندشن ده مش متحقق فالكود ده فالسي اصلا كلا مفروض يقول لك ايه if t3 equal equal t4 v0 هيبقى بلاس بلاس ايه الكلام ده؟ الكلام ده هو قالك اعلم دلوقتي بدل ما هيعمل الكود هو نط على الحتة اللي مش هيعمل فيها الكود وده هتشوفها كثير في الاسمبل ان احنا عادة بنقل بالكوندشن بمعنا انا ما عنديش حاجة تقول لي لو هو متنفذ يعني هو الكود وراها على طول الكود المفروض ينفذه وراها على طول فانا مش عاعد فأقول له ايه الكود متحقق نفذ لو مش متحقق نط فهو انا اضطريت اقول ايه لو مش متحقق فانا بالتالي هنا بيعمل العكس فهو بييانفرد الكوندشن بتاعه ويقول لك لو هو نط ما تنفذ الجايد فمعناها هينفذه امتى لو هما ايكوال وبالتالي دي الاف ستاتمنت بتاعتنا بتاعت السترين دول مع بعض كده بقول لهما ايكوال هزود الفي زيرو بتاعنا وبعد كده بنكمل الكود هنا بياد على تي وان تي وان اربعة بيقول لك ان تي وان بلوس ايكوال اربعة ايه كلام ده بيقول لك انا لو هو موصلتش ال اي تلاتة اي تلاتة ده كان عبارة عن ملتبلايد باي اربعة بيقول لك ايف من ال تي وان نوت ايكوال سايز فاربعة كونتينيو اللوب رح على دي جوتو ايه الكلام دوت نلاحظ هنا ان هو بدل ما بيستخدم اي وكل مرة يعمل اي بلاس بلاس ولم يجي يجيب الادرس بيعمل اي ايف اي عبارة عن اي بلاس اي فاربعة قال لك انا ممكن اعمل حاجة اسل بدل ما اعمل كل ده تعالى نزود على الاي اربعة كل مرة فهو ده مش اندكس حقيقي هو خد الاندكس الحقيقي اللي هو الاي دوت وحطوه بكابسوليته جوه الاربعة فسمى الاي فاربعة ده اللي هو تي جي وان مصلا فبالتالي هو عشان كل مرة يزود هو بيزود ايه بدل ما بيزود الاي واحد فبالتالي بيزود التي وان بتاعته كلها اربعة تاني تاني هو عايز يعمل ايه هنا هو كل اللعبة دي ان هو بدل ما بيزود عنده باريبل هنا اللي هو الاندكس بتاعه بيزود واحد وبعد كده يضرب فاربعة قال لك طب انا بدل اشيل الضرب فاربعة ويبقى انا كل مرة هزود الاربعة بتاعتي فبالتالي لما اي بلس بلس لما كانت الاي بلس بلس فكانت الاربعة اي بلس اكوال اربعة احضربنا الطرفين بتاعنا كلهم فاربعة فلما بيزود الاي بواحد كان هو زود الاي باربعة وهو ده اللي كان عامله فانا عندي هنا ليه كنا بنقول ان تزيره على اربعة وليه الكلام ده كله هو قال لك ان انا بدل ما بيستخدم الادرس الاندكس نفسه هو استخدم الافست في التجميع بتاعته عشان كده اول جزء من البرناج بتاعه هو ضرب الاربعة ليه احنا الكود بتاعنا هيتشك لو اي اصغر من الاربعة فهو دلوقتي ما ما عندهش اي هو اي اللي عنده هو عنده جديد اللي هو الاربعة او الاربعة اي فلو انا عايز احافظ على الاربعة اي اصغر من انا عملي ايه ارابت ا4 في الاربعة يبقى انا لازم اعمل اربعة في الاربعة في老字 وهو ده اللي يعمله برينامج عندنا فهو كان نضرب الارب عا في الاربعة فبالتالي ضرب كل اللي десятigan في الاربعة فبدل ما اي اصغر من الاربعة او اي اصغر من فبالتالي سيقول أن 4i أصغر من 4n وهو هذا اللي عمله في أول جزء في الكود عندنا. تعال نكمل آخر سطرية اللي عندنا. يقول لك أننا هزود T0. سأقوم بأربعة. ويقول لك أن لو أنا عندي فبالتالي نحن لدينا جزءين في الكود. في جزء كان لغاية هنا. ده كان عندي جزء للوق اللي هو الجزء وده كان بيشمل من هنا لهنا. عندي جزء وده كان بيشمل من أول هنا لغاية هذا. فبالتالي احنا كده فهمنا هو ليه ضرب كله في اربعة. فالكلام ده ان هو لو أنا عايز اكتبه بطريقة تانية فتعال نكتبه كده. بطريقة تانية فتعال نسمي دوت ايه. نعم دكبير قوي. اكي اه. اكي اه. فالكلام اللي احنا كنا نتكلم عليه ده. ان انا هنا كان عندي مسلا. الاي. وكنت بقول ان الاي دوت equal zero. وكان عندي هنا الجي. وكنت بقول الجي equal zero. وباقي هنا. بلس بلس. سوري هنا جي. هنا ده كان جي بلس بلس وهنا كان. اي بلس بلس. وهو ضرب فاربعة. يعني هنا بدلا ما كان عندنا. اه ملتوبلايت فاربعة. فكان بيتشك ان الاي. فكان بيتشك هنا ان الاي. اصغر من. اه جي. الجي اصغر من ان اثنين وهنا كان الاي. اصغر من ان. والكلام ده. الكلام دوت كان بيتحقق ان هو ضرب كل الارقام دي. فاربعة. حل. احنا لغاية دلوقتي ما حللناش السؤال. هو السؤال بيقولك انا عايزك توصف لي. هو بيعمل ايه. فتعالة. اه نسمع اقتراحات من الناس. يقولولي احنا كنا بنعمل ايه بقى في المسألة دي. ممكن. بس انت كنت تضيع وقتك. انت مفروض تحاول تتقلم ان انك انت تفهم الكود الاسمبلي. لو كل كود هتيجي انت تحوله لسي. فانت هتضيع وقت كبير جدا. فحاول تتعلم ان انك انت تفهم الكلام في الاسمبلي. يعني دايركت. فهو احنا قربناه كله في الاسمودة. الكل اللي على بنفسي جداي يعتبر كله سي. فتعالة نشوف كده. الناس ترفع دي هتقول لي هي الكود بقى بتحاول بناء على الشرح ده. بيعمل ايه او تسأل. يعني اه. حلو. بتعالة نسأل كده. نشوف. عندنا احمد عيمن. قولي احمد. اه حضرتك احنا عندنا اتنين قريب في الميموري. تماما. اه تي زيرو و تي واحد. بنقل تي زيرو في الرجستر اسمه تي اربعة. وبنقل الاليمنت اللي في تي واحد. اه في الرجستر في تي تلاتة. نعم. 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 نحطهم داخل. نحن بنجيب الفاليو من الميموري. اه ايه انا اقصد كده اه. بنجيب الفاليو من الميموري. بنقل الفاليو ونقرن ما بينه. حلو. بس اخر بقى اربعة سطور حقا انا مش فاهمه. حلو. اخر اربعة سطور دول اللي هم بيتشيك هيكامل اللوب ولا لا. نعم. نعم. حاليا انا هكمل اللوب امتا وف امتا. فنحن انتفقنا ان هو بيتشيك على الصيز ان هو ما زال ما وصلش للصيز. فالاصغر من الاتنين هي اكويفلنت لان هو نقط ايكوال اتنين. حلو. انا شايف فيه كومنت صح كده. ماشي. معينا محمد خالد. محمد. اعمل ان ميوت لنفسك. حضرك يا ساماني. تمام. هو الكود هنا بيجيب عدل الارقام المتشابهة في الاتنين الرئيس صح. كده صح. او بيحسب السميلارتي او الماتشنج المنس ما بين الاتنين الرئيس دوت وبيحط الفالي دي في في زيو. حال. فبالتالي الكلام دوت احنا عايزين نحطه فونت سنتنس صغير كده. فهيبقى يقولك كده. من الكود. كونت. الم لكن Jerry's. فبالتالي diagram سناد من الاتنين الرئيس باشيب الاترال proclaiming عندي اثنين في الميموري. دعنا نكتبهم بالجنب كده. كان بياخد اول المنت يعمله لود. فده كان الجزء بتاع الاوتر انه هو بيلود الفاليو ديت. وبعد ذلك الجزء الانر. يعني ده كان خاص بالاوتر اللوب. ده خاص بالانر. فكان بيجيب اول المنت ويجيب هنا اول المنت ويقارن الاثنين ببعض. هل هم اكوال? ولا لا. لو هم اكوال كان بيزود واحد. مش اكوال. بيخش على الالمنت لبعضه. فكل مرة هيقعد. يرن على ده. فهو اللوب دي هتبص على كل المنت من دول. تشك انه هو اكوال الالمنت ده. ولا لا. ويعد. وهكذا. في بالتاني كده حد يعرف يقولي اللوب الانر هتتنفس كم مرة? واللوب الاوتر هتتنفس كم مرة? بسرعة كده. سهلة خلص. تراحات. الناس رفعت ايديها ونزلت ايديها. طب انا عايز اسمحك تراح. حد يجوين كده ويقولينك فراح. ماشي. اه. اه. اجد عامل ان ميوت والناس تروح خارجي. اوكي. قولي يا محمدي خالد. حمدي خالد نعمل ان ميوت. ايوكي مهاندس. اه. هو الاوتر بتتنفس اد السايز والانر السايز باورتو. اصدس 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 اصدس. اصدس 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 ا لتفاقينا اللقاء الدرس بـ الهلاء الذي قد حدّرنا قد حرّبها في الهورب في الهورب ليس مجموعة الهورب يعني بدي갈ي هل نحن أوه، أنا أحب إكتب بالأوضع قد حدّد تصرف أتكتب بالأوضع لكنني أستاعي لها لن أجل الدرس فأنا أحب أن أجل أفعل وأجل أقول لك هذا الكلام ما هو أقوم بالأوضع أطلق اللي هو الفين و خمس ومية اي بلاس بلاس متفكين تتكلمني بقى تمام تمام معك حالو فاحنا كده عملنا اللو في النهاية انا هعمل الاي واستخدامه حالو انتفقلنا الاي وفي اي ده عبارة عن ايه هو الاي بلاس اي مالتبلاي باي بقى صح? تمام حالو تعال بقى بدلا ما نسمي errori تعال نعمل що نعمل hillaryable الجديد beat for multiplied by i equal تعالى نسمي t بالثانة انا Organize this work for t equal 0 حالو لانهو لما while i petman him it takes 0. صح? تمام حالو اي اصغر من الفين وخمسمائة. عايز اكتبها بدلت تي. فاكتب تي اصغر من? اربعة في الفين وخمسمائة. اربعة في الفين وخمسمائة. تمام. الف. اي بلاس بلاس. اكتب عبارة عن ايه? اه. كاني بضرب الاي دي في اربعة و بعد كيف اصدارها واحد كل مرة. لو عايز اكتبها اربعة اي بلاس اكوال. يعني عايز اكتبها تي بلاس بلاس. كاني بعمل ان هو الاي بيزيد واحد. انا عايز اكتب الوقت تي. انا بزود الاي واحد. تمام. عشان اوصل في النهاية ان انا عندي اي بلاس تي. يعني هشيل الاربعة اي دول. وهكتب ان انا دلوقتي بتعامل مع اي بلاس تي. فالمفروض اي بلاس بلاس. يعني اي بيزود عليها واحد. فانا عشان احافظ على ان تحت تبقى تي دي ما تضبوط اربعة في اي. محتاج تي هنا تتزود ايه? اربعة. اتزود اربعة. ما هو تاني. تعال كده انا بقول لك ان انا عايز دلوقتي الادرس. فاول خطوة كان. اي اف اي ده. اللي هو كان. اي. بلاس اربعة اي. فا دلوقتي الادرس ده لما اي. بلس بلس. الادرس كله بيزيدة ده. اي ده اربعة. حالو. حالو. اي . ادرس. بلس اربعة فأخليها بلس ايكول عشان ما فيش من بس فأنا لقيه سابت فيبقى اللي بيزيد ايه بيزيد الترمي اللي هو جنبه اللي هو تي فبتقى اللي تي هنا بلس ايكول اربعة وده الكود اللي هو اشتغل عليه في حل المسألة فهو اول خط اول سطرين هو اعمل اربعة في الصائل اللي هو اربعة في 2500 وبقى يزود كل مرة اربعة بدل ما يعمل يزود واحد ويعمل عملية ضرب هو ووفر هنا بتاعت يعني بدل ما كل مرة في اللوب يعمل اي بلس بلس فهتبقى ايد اي للبريابل بتاعنا اللي هو كان اي بتاعلي نسميه في اي حتة كده ولا يكون اي تي مسلا فبدل ما بيعمل اي تي اي تي واحد ويجي بعد كده يحط تي زيرو اي تي معموله شفت مرتين هو اخذ ده كله وقالك انا هاختصر الاتين دول في مرة واحدة ان انا بعمل اد اي لل تي زيرو تي زيرو اربعة هم الاتنين دول اكويفن اجمع واحد واضرب في اربعة او ان انا اجمع اربعة على طول بس واضحت تمام او حال حد عنده اسئلة تانية اقتراحات محمد حسين بو يا محمد ما شمع احنا معلش يجبنا لصايز تانية زي اللي هو عشان يعرف مثلا الاري ده كم مرة ويجبناها زي حالو احنا اتفقنا ان احنا كنا بنكون لكل الامنت اهو على كده الاوتر ده بيلفة على ايه فاشوف الفريابل بتاعته الفريابل بتاعته هو التي one اا اي مسلا احنا الفريابل اللي احنا نستخدمينه هنا في الجزء الاوتر اللي هو تيزيرو فين ادي اوتر اهو الكونتر بتاعها هو تيزيرو حاتفقنا في الفورلوب كونا بخلي بالنا الكونتر اللي هو بيزوده كل مرة وبيعمل الكون出شن عليه لان هو لو ما عملش الكون出شن على الكونتر سأععمل الكون loner على ايه فهو لو بصل على الكون出شن بتاع الاوتر هتلقي ان هو بيبص على الذي بزيرو تو�트عتنا دا الكاونتر بتاعنا ح 알 trabalho الكاونتر ده بيقف ا των امتا؟ لما الكاونتر ده اللي هو بيوصل لغاية اربعة في الصائز صح? بس هو الكاونتر كل مرة بزيد اديه، بزيد اربعة. في التالي لما نقول لك ان اربعة اي شايفنا خلصت الألوان عندكم لو أنا ببتدي هنا أقول لك أن الأربعة آي ده هيلف هيلف 2500 مرة عرفت النين لأنه هو بتشك على أربعة في 2500 هو كل مرة آي بتزيد هنا بلاس أربعة أربعة آي دي بتزيد بلاس أربعة لغاية لما ايتشك من أول زيرو لغاية 2500 في أربعة فبالتالي تعاني نقسم كله كده على أربعة نقسم كله على أربعة كيف أنا عندي آي بلاس واحد وبتلف لغاية 2500 فهي اللوب الخارجية لفت كل إليمنت من الاري بتاعتنا فأنا عندي اري فأول واحدة لفنا عليها بعدد الاري التاني. وهي الارية الاولانية بتنفس كم مرة? لأي الاؤتر? الفين وخمسمائية. فبالتالي الانر هتتنفس الفين وخمسمائية في الفين وخمسمائية. وصلت ولا ايه? يعني انا عندي رقم من الاؤتر بي تشيك مع الاولاني برضو من الانر. يخلص الارثون وخمسمائية مع رقم الاولاني برضو من الانر. بعد كده يدخل على رقم التاني. يدخل برضو مع رقم الاولاني في الانر ويخلص برضو الارثون وخمسمائية وبعد كده يبدأ بالتالي. احنا رسلنا تحت كده. وصلت على تحت كده. اهو. احنا خدنا الاولين. حقرنا مع معهم كلهم. وبعد ما بيخلص. هيروح ادخل على التاني. ويقرن دمع ده. ويقرنوا مع التحتي والتحتي 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 وهكذا. الخاصة الثالثة هياخذ اللي بعضه. ويقارن دمع ده. دمع ده 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 دمع ده. فبالتالي كل واحد من اللي فوق هيقارن المعلى تحت كم مرة؟ 2500. وضحت. ما ردش علي. اوكي. داليا. ما شمهندس هو انا بقارن الاوتر مع الانر عشان بعد الاوتر ما عملتش جامب فهو دخل على الانر يقارن. انا بعمل قبل ما اوصل البرانش بتاع. بص على البرانش. احنا دلوقتي في اللوب بتاعتنا. عايزين نبص على الجامب. ادي الانر بدأت هنا. تمام. نعم. ده اللوب بتاعه. امتى الانر تخلص؟ لو هو منفس الكونتشن دوت. فهو كل مرة. هو دخل في الاولانية. هو ما زال في الاولانية. عمل يعيد في الانر. يعيد في الانر. امتى يخلص من الانر؟ لما يوصل عنده العدد اللي فقت لتحت 2500. ساعتها البرانش دي. هتتحقق. سوري مش هتتحقق يعني. وهيبقى equal size. معنا كده ان هو اللفة الانر. ساعتها بقى هيخش على التحت. يزود على المنت بتاعها بواحد. اللي هو زود الكانتر بتاعنا ب المنت. فهو زود اربعة في الادرس. وبعد كده يخش على الجزء بتاع الاوتر. يعيد اللوب الاوتر. تمام مش. شكرا شكرا شكرا. مش هعد عنده اسئلة تانية. اسئلة. انا مش هينفع معي تقول لي باش فاندس انا ما فهمتش حاجة من السؤال. خلي سؤالك كده. واضح وصريح. ايه المشكلة. مالس لك ان انا لا اشعر اوشك. ولا اشعر ان انت وقعت بين. ولا اشعر اي حاجة. انا حاليا اتحدث على الشاشة. فعندك سؤال. ارفع ايدك واسأل. لست القدرة. سألتكم طالما. حسنًا لديك شعور. آخر سؤال معنا نهارده صار الرقم الخمستاشر. يقول لي consider the following MIPS as simply code segment. يقول لي عندي code segment معاين. يقول لي register S1 و S2 holds hexadecimal memory address. اللي هم one triple zero والone zero one zero. ويقول لك خلي بالك هنا خلي بالنا من القرية لأن في القرية بيقول لك hexadecimal وأن الكلام ده يعبر عن memory address. المماري contents بتاعت الادرس اللي هو من اول one triple zero وغاية one double zero ارشان انتبه البلوف هو بيقول لي ان انا عندي المماري بتاعتي كانت بالشكل ده. عند الادرس اللي هو الف ده والله طفل رايحة هنطاقه ازاي يعني. يقول لك ان الـ content بتاعه يعني الـ value اللي جواه بالنكس ده اسمها كانت خمسين. والمماري address اللي هو الف واحد ده هو المكان اللي اللي بعده كان ستين. المكان اللي بعده كان سبعين وهكذا. ويقول لك عايز احسب الـ static code dynamic size of the above maps code. قلي بالنا زي ما انتفقنا ان احنا بيقول لك احسب الـ size في ايه? فبيقول لك هنا number of instructions. اخر حاجة بيقول لك عايز اعمل decompile الـ above maps. assembly code. توقع c language code segment. ويقول لك ما تنساش انهو بيقول لك حط الـ assumed register plus intimate table. يعني حط الـ variables اللي كتبتهم في الـ C. ما تحطش في الـ C اي variable في الـ assembly. حطهم باسماء طبيعية يعني في الـ variables ضبط على الـ C. فأول حاجة عندنا نتعلم بص على الـ code. ده كان شكل الـ code بتاعنا. حلو بيقول لك هنا add S0 0 0. طعلا دعم الـ comments كده كان بيخلي S0 0. وحنا انتفقنا ان الـ comments عندنا بتبقى بـ hash. فبعد كده عندي loop. فأنا عارف ان الـ code ده بيت في loop. فأول جزء في loop. بيقول لك add T1 آآ S0 S1. فانا عندي هنا T1 equal S0 plus S1. عندي بعد كده ونخلي بلنا هنا ده بيعمل load لبيت واحدة. فبالتالي الفرق ما بين كل ادرسه التاني بيبقى one element by one byte. فأنا عندي هنا بيلود T1. من الميموري. ويحطها بوا. التي يتنين. فالشكل دوت انا عارف ان من الـ S0 والـ S1 ده هيبقى فيه. خده automatic في واحد يعبر عن الـ array واحد يعبر عن الـ index سبعنا لان احنا اي position باخده في الجامعة ده في الميموري معناه ان انا في access array والـ array دي عبارة عن based address وافسط. فبالتالي انا عارف ان S0 و S1 دول فيهم واحد للـ array واحد يعبر عن الـ index بتاعي عارفت منين لان هو بيستخدم المجموعة بتاعهم عشان الـ access memory. فانا متوقع ان الـ access ده هتلاقي بيزيد. كمان. ماشي. سؤال 16 و سؤال 17 الناس دخلت في المستوى تعلم الترم. اوكي باي زاوي يعني بالمرة يعني كده. ابتداء من النهاردة. الساكاشن دي كانت متسجلة الريدي في السنة اللي فاتت. فانتم ممكن تلاقيوا الكلام دوت برضو على اليوتيوب متسجل الريدي انا كنت بسجلة على الـ channel والحاجات دي موجودة وردي يعني الحلولة وكلها موجودة. قدرت تشك عليها الكويز بيبقى مغطي لغاية اللي هنخلصه في الـ section النهاردة اللي هو سؤال 15. section الجاي هيبقى يوم الحد الساعة. الساعة كانت الساعة كانت الساعة ستة ستة ستة. هيبقى الساعة ستة. انتظر ان انا نكتب المعادة هنا. هيبقى المعادة الساعة ستة. وليه هو المعادة ستة المترم على شطر اثنين بس. هذا المفروض تكلمته عليه في المحاضرة يعني. المهم المعادة ستة ليه؟ علشان انا عايزة بعد يوم الاربع علشان الناس اللي بتذاكر عشان المترم. مزنوق هاشب وهياخدوا الـ content بتاعك. يوم الاربع وتمتحن فيه سابتة والحد. والمادة بتاعتنا غالبا نتابها في الاول. هي سابتة والحد. ففي الحالة دي احنا انا عايزة بعد اقصى مسافة عنه. فانا لغيت ساكشن متاعات كلية. وهنا اقام ساكشن واحد اونلاين للاسبوع الخامس. المترم هيبقى على شابتر بي. اللي هو الـ assignment P. وهيبقى على شابتر تو. وغالبا هيبقى على شابتر فور. بس بيبقى الجزل دوت. لما جيه السنة اللي قبل اللي فاتت. كان بيبقى يا بونس. يعيلا بيبقى هو كان بونس. وكان بيبقى صح وغلط. يعيلا اختيار يعني. ما كانش بتبقى الدنيا صعبة. فالكلام ده المفروض ترجع للمحاضرة. هتلاقيه متسجل يعني. فمحاضرة او انت بحضرتش محاضرة تحت النهار دان. حلو كده احنا قلنا الانيان كلها. ننخلص. وبعد كده تسأل سؤال. حلو. عندي بعد كده. للـ T3. S0. S2. فنرجع تاني انا عندي هنا. T3 يعبار عن. S0. plus. S2. وبعد كده بيعمل. وبياخد. اللي موجودة في T2. ويحطها. في الميموري. في الادرس اللي هو بمشارع عليه. بتي تلاتة. ومن الشكل ده وقت احنا في الغالب كده احنا فهمنا. الدنيا هتبقى مشارع ازاي يعني. بس احنا نكمل. branch equal T2. zero exit. بيقولك هو. هيعمل exit. في حالة ان هو. T2. كان. zero. اخذ value من الميموري. هنا. اخذ value من الميموري. وحطها في مكان تاني في الميموري. الميموري. فهو بيقولك امتى هيوقف. يعني امتى هي. مش هيعاد اللوم. فهو في الحالة دي. اللي هو. بنط على exit. فهو في حالة ان. T2. اللي هو جابها من الميموري دي. zero. في الحالة دي. هيعمل exit. وتخلي بالك ان exit دي. معناها هي نط على label. مش معنى ان هو exit من البرنامج. عشان المفهوم exit ده. ممكن اوصل عند الناس. ان هو بيجزد البرنامج. exit دي. معنى ان هو هيخرج برا اللوب. اوكي. بعد كده. بياد. اس زيرو. اس زيرو واحد. يعني بياد. element. فانا عندي هنا. اس زيرو. بلس بلس. واخر حاجة. بيعمل. اللوب بتاعته. فهو بيرجع. لهنا. فالمفروض انت كده. تكون خدت فكرة عامة عن. الكود بتاعنا. فاحنا محتاجين نعمل. حاجتين. ان احنا نعرف. بتاعنا. والصائز الديناميك. اول حاجة اتفقنا عليها. ان احنا عايزين نحسب. والصائز الستاتيك. واتفقنا ان الصائز الستاتيك. ما نهوش علاقة. انا نفست. كام انستركشن. انا بعرف. الكلام دوت. عن طريق ان انا ابص. كام انستركشن متخزينة في الميموري. ففي الحالة بتاعتنا. احنا عندنا واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. انا عندي. تمانية. انستركشن. طب. وايجزت. ايجزت. ايجزت. دي. بيشاور على مكان. انا مش بخز. فالكود بتاعي. بتاعه. اللي هو كان عايزه هنا. هو كان عايز. فانا عندي. الستاتيك. سايز. هو عبارة عن عدد. بتاعتي. اللي هو. ايت. انستركشن. طبعا علشان نعرف المانوكساز. محتاج اعرف ايه. محتاج اعرف البروسيسور. هينفذ. كام. انستركشن. فاليا. نمشي عليهم واحدة واحدة. ناخد الاول الكلام دوت. نعمل. على كل. من دول. نشوف. هيبقى. ايه اللي تنفذ. ويلي مش هيتنفذ. فتعال هنا. هننا نعمل حاجة اسمها. رونز مثلا. يعني. هلف كم مرة. وهيركزة يعني. فانا في اول رونز. هنفذ الكود بتاعي. اللي هو. الاد. فالكود ده هيتحقق. أو هيتنفذ. فنفذ دوت. فتعال ادي. نحن نعيزين. ناخد دي كنو. راح مرح. هاتي. هاتي. حال. فانا عندي. الراونز. فتعال نسمي مثلا دي رونز وون. فنحن أريد أن نرى ماذا سيتنفذ فنمشي عليهم واحدة واحدة. أول مرة هنفذ الاد فتمام. هعمل اد تمام. هعمل لود تمام. هعمل اد تمام. هعمل الستور تمام. هبتدي بقى ابص ان انا نفذت برانش هينفذ بقى ولا لا. فنحن في الحالة دي عايزين نمشي بالفاليو فهو عشان كده مديك الكنتنت بتاع الميموري. فهو بيقولك هنا ان انا عندي اس وان واس اتنين دول الأماكن الادرس بتاع الميموري عندنا. اللي هو الف والف وعشرة. فنحن اول مرة يجمع هنا على الاس وان. فانا عندي هنا. اسوان اس تول هم. هذي اس وان واضي اس تو. كان عندي اول مرة ان الاس زيرو بزيرو. يأتي هنا تي وان هي داخلها الكونتنت اللي هو الف هيكسا هيعمل لود للكلام دوت تعال نبص على الفاليو اللي هو جابها هتلاقي ان الفاليو عندي كانت سمسين بعد كده بيجمع هنا ماشي بيجمع اس زيرو اللي هو كان بزيرو على الاس اتنين فهو مازال هنا هيبقى الفاليو بتاعة اس اتنين فهو هيبقى واحد زيرو واحد زيرو ستاشر هيستور الكلام دوت في الميموري فهو كان عنده في الميموري كده اول بوينتر كان بشاور هذا المكان اللي هو عشرة كان عنده بوينتر تاني بشاور على عشرة عشرة فهو هياخد اول وقت من هنا هينقلو ويحطو هنا حلو فعمل اللي هيبطاعتنا اللي هيبطاعتنا اللي هيبطاعت خمسين ماشي بلعب الكرة بيعمل برانش ان تي اتنين اللي هو جابها اللي هيبطاعت بخمسين بزيرو هل هل خمسين لا فبالتالي مش هيعمل عملية فبالتالي هينفذ ان هو يجمع الاس زيرو يعمل يعني واخر حاجة هيروح للزع حال خطوة اللي بعد كده تعالى نبص على الكود بتاعنا اول السطر ده مش هيتنفذ لان هو برا اللوب تعالى نكمل هياد على احنا الاول هنا كان عندي الاس زيرو هنا بقى بواحد فادي يجي بعد كده على اس واحد هيجمعها على اس زيرو فيطلع عنده بدل الادرس الالف هيبقى الف واحد هيعمل لود الالف واحد دي فنلاقي الفاليو ستين فادي هنا الف واحد وهنا دي هتبقى الفاليو بتاعتي بستين هنا هيجمع برضه هتبقى عشر عشر هيستور هيتشيك ان الفاليو الستين ديت اولي اا اكوال زيرو هل هي اكوال زيرو لا فبالتالي مش هانوت فينوح جامعة وهتبقى الاس زيرو باتنين فبالتالي احنا كنا نبص كده هنلاقي ان ان ده تنفذ ده تنفذ ده تنفذ ده تنفذ وده تنفذ هكذا نكمل بعد كده هنلاقي ان هو اللو بالروند اللي بعده ده ما تنفس فهيبقى عنده هنا هيبقى الف واثنين هيجيب فاليو من الميموري تطلع الفاليو عنده بسبعين تمشي كده هتلاقي لغاية ان هو هين هيخش لان سبعين دي نوت ايكوال زيرو فهيتكمل عادي فبالتالي ده هتنفذ ده هتنفذ ده هتنفذ هتنفذ اخر راوند عندنا هتبقى راوند اربعة ده مش هتنفذ عشان برا اللوب ده هتنفذ هيبقى عندي هنا المرة دي ثلاثة هيروح يجيب من الميموري هيجيب زيرو هيعمل ستور هيعمل براينش هل اللي انا اجبته الميموري زيرو دوت هو ايكوال زيرو اه ده متحقق الكنديشن هنا تحقق فبعد كده هيروح نقطع على اجزت فهيروح نقطع هنا فبالتالي الاثنين دول متحققوش وبالتالي احنا كده عرفنا كام اه اه اتحلت اه اتنفذت يعني وبالتالي نعرف نحسب الديناميك فلو انت بصيت كده هو الكود اللوب بتاعنا كان عبارة عن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة فانا عندي اللوب فيها سبعة هتتنفذ اربع مرات فيبقى سبعة سبعة فاربعة وفي عندي واحدة من بره هنا فيبطس واحد ماينس الاثنين اللي ما تنفذوش فالكلام دوت هو عبارة عن سبعة فاربعة تمانية وعشرين تسعة وعشرين وشين منها اثنين فيبقى فيبقى سبعة وعشرين ثلاثة سايز بتاعنا الديناميك ايبقى الديناميك سايز عبارة عن سبعة وعشرين تسعة وعشرين تسعة وعشرين ماشي نقص اخر حاجة عندنا ان احنا نحاول كود دالسي لكن قبل نحاول كود دالسي نسأل لو حد عنده سؤال في الستاتيكو ديناميك حد عنده اي سؤال حد عنده اي سؤال تضع تمام حلوة فتعال ننفذ الكود ده احنا عايزين نعمل الكلام ده دي كومبايل على السي فاحنا عايزين نبص عليه هو اول جزء عندنا الكلام دوت كان بيقولك عايزين نعمل ايه بيصفر فبيحط هنا في اس زيرو كده فتعال نحط واتفاني السي زيرو دوت كان بيشتغل كإندكس فانا عندي هنا في اس زيرو ده كان عندي فريابول لليكن اي فانا عندي اول خطوة كان اعمل اي بلس 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 وتعالى نرجع حلوة عندي بعد كده بيعمل اللوب اللوب كان بتعمل ايه؟ بتجيب الاراي وتحطه في الاراي التانية فانا عندي لو الاراي اللوانية دي مسلا كانت اي والتانية بي فهتبقى او اكس وواي فهيبقى الواي اف اي ايقوال اكس وواي ماشي وبعد كده الكونتر بتاعه في اللوب بواحد وبعد كده يعيد اللوب لغاية لما يلاقي ان هي بزيرو حلو الكنام دوت ممكن حدودك تكتبه باستخدام اللوب فلو انت بصيت هنا انا عندي ويل ولا هتلاقي ان الكنديشن بتعمل بتاع ان هو يجزد ولا لا في الاخر شوية يعني في الاخر فهو بالتالي هي دي هتبقى ويل علشان الواي في الاخر بصوة لما بيجي حل هو حلها بطريقة غريبة كده كتب حاجة كده غريبة فتعال نشوف هو كتبها ازاي ونفسر اللي هو كتبه فوقلك ويل كود مجعلس كده وعايزين اه 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 هو سطر الايجزت محسوب محسوب في الكنديشن اللي بسادة السادة لا احنا اللابل ما بيعتبرش كود فبالتالي مش نحسب في اي حاجة هو كده مفروض اقارن سواء jump ولا في المفروض انه تنفذ لا هو بالوقت الbranch هي اللي تنفذت هو الbranch خرجت jump ما تنفذتش فهو وصل هي تنفذت اي الbranch equal تنفذت بعد من الbranch equal تنفذت هو خرب فوقتال الاثنين اللي هو بتاع jump والadd i ما تنفذوش حلو تعال نبص على الكود ده مبدئيا مبدئيا تعالى نسترجع ذكريات زمان لو احنا اتكلمنا على كان عندنا حاجة في السي اسمها اسكي كود ده كان اللي هو American standard character مش عارف ايه كده فكان عندنا فيه فرق ما بين الزيرو والزيرو اللي احنا ده بنسميه ده ايه الكلام ده قال لك ان الزيرو دوت اللي هو حرف اللي هو ما بين كوت او طابل كوت ده ما بتخزنش في ميموري كزيرو ده بتخزن في الميموري بالاسكي بتاعه اللي هو مش عارف كان اربعين تقريباً لكن الزيرو الفائلي هو حاجة اسمها النال وده اللي بينتهي بها السترينج فبالتالي لما هو هنا في الري بتاعته كان بيدور على الفائليو ايكوال زيرو اللي هي بالنال كاراكتر او زيرو فاليو قالوا ليه هو حاطتها نال كاراكتر كده لانه كان بيتعامل مع بايتس والبيتس دي بتعبر عن كاراكترز وظهر عندي سيجنتاكس الجميلة دي ايه كلام ده على بوست كده تعال نقسمها اجزاء اول جزء هو بياخد الفائليو بتاعت ويحطها جوه ال اكس حلو فهو جاب من الري تعال كده نبوست كده اول خطوة هو جاب من الري اللي هو اللوت بايت وبعد كده عمل لها في الري التانية فالري لوني اللي هي اللي هي عبارة عن الواي احنا جينا كده اس وان ده البيز ادريس بتاع الري وي وهي الري في حلو فهو جاب الواي في اي اعماله من الميموري وبعد كده خزينه في اكس وفي اي حلو في السي الكلام دوت ما بيقفش الغاية هنا هو عشان السي يشتغل كان بيعمل نينك تكديم فكان بيرجع الكلام بيعمل لها compare. لو هي not equal in null character. هيكمل اللوب. هيعمل body ويكمل اللوب. فهو لو عمل body بتاعه فهو زود على i++ فحصل ان هو عمل increment على الاندكس بتاعه. بعد كده هينفز اللوب دي. طب لو هو كلام ده كان equal to zero فهو بمن هو equal to zero فالcondition ده مش متحقق. مش هيعمل increment ال i ويروح خارج بره ال while. الكلام ده ممكن تنفزه تاني ممكن تفوقك وانا كده هتكتب دو. ويبقى عندك هنا ال while بتاعتك. بس هيبقى عندك مشخص غنططة ان هو انت هتعمل increment ازاي لان ال increment كان بعد ال condition يعني فانت كان ممكن تعمل ال condition ده while true. وتفتح قواص وهكذا وتعمل هنا break لو ال condition ده متحقق يعني. بس for now هو دي الطريقة اللي احنا بمستخدمها. وده اللي هتلاقيها في ال solution بتاع الشيت سواء على السيكاشن اللي فازت او هتلاقوه في المتاحات المترم والفاينال وبننأكد تاني ان كل مسائل بتاعة الشيت. هتلاقوها محلولة في المترم والفاينال في كتاب الامتحانات وكتاب الامتحانات ده مهم وبارد من المنهج. هو في حاجات ملغية اللي هي مثلا زي ال switch case دي مش عليكو. بس هو معظم الامتحانات كلها بتبقى عليكو. احنا ما خدناش لسه الجزء بتاع chapter 4 والجزء بتاع chapter 2 اللي هو performance. احيانا كان ال performance بتدرس قبل الجزء دوت. فبالتالي ممكن تلاقيه في المترمات ان هو اول كم الترم كده. بيتكلمه على performance ده. هناخده بعد المترم. فبالتالي وانت بتحل select يعني. بقية زوية يعني الدنيا بتبقى طويلة. بنأكد تاني الامتحان بيبقى طويل. ده طبيعي. بس في النهاية ما الناس ما تقلقش. احنا بنزبط الدرجات وناس كتير بتأفلوا بتاخد بونس. احنا في عمال السنة اي عمال السنة عادة بيبقى فيها بونس. والبونس بيغطي اي حاجة في عمال السنة. يعني انت لو جدت في المترم مثلا. لو هو التصحيح من 35 وبيبت 40. وبعد كده بنعمل من 35 إلى 20. فبالتالي كل الدرجات الزيادة دي بتتحطيلك في عمال السنة. بتعوض الغياب مثلا او تعوض الكوزات والحاجات ازاي كده. احنا عندنا. هيبقى يوم الحد ساعة تسعة. ودوت المعايد الاساسي. اساسي. واحنا عاملين المعايد تاني يوم الاثنين. علشان لو حد حصل له يوم الحد مشكلة. يعرف يخش في المعايد التاني. بس لو حد قال لك لا انا هخش المعايد بتاع يوم الاثنين. وتصودة في الاقدار. والنور عنده يقطع. كابل التليفون يفصل. والبقى تخلص موبايل وفصل شحن وطفر. يعني هنبقى غير مسؤولين عنه. لان احنا بدنا له فرصتين وهو اختار يخش فاخر فرصة. وبكده يكون انتهينا من السكشن. والغاية هنا هيوقف الكويز بإذن ربنا يعني. الجزء السكشن الجاي هنتكلم على الفونكشنز. اه اوكي اوكي حاضر هنتكلم عن الفونكشنز. اه ورجسترز ازاي بنحافظ عليهم. وهكذا وهيبقى داخل فيلم الترم معانا. هناخد اسئلة. معيشي اه محمد خالد. شمالس لو سمحت هي الريكيرسيف فونكشن علينا في الا او مش علينا. اه لا مش عليك. ايه؟ مش عليك. الريكيرسيف فونكشن مش عليك. شكرا. ده لايه امنع. هو بس ده خاص بالسكشن الجاي. ان احنا عندنا فونكشن بتقول فونكشن. اللي هو نان لي فونكشن. او ده عندنا. بس ما عندناش ان الفونكشن تقول نفسها. عمر. انت فتحت وقفلت تاني عمر. نعم لان نيهتش عمر. ايو كده. هو كده يبقى الكويز جاي لحد. لكن الجزء يبقى هو بتاع الجامب ادرسنج والبي سي ريلاتيف والاستاك دام لا. لا. الادرسنج مودز احنا خدناها في السكشن اللي فات. اه اه. الادرسنج مودز احنا خدناها في السكشن اللي فات. انا اصب بالتكملة بقى. تكملة الجزء اللي هو الاكزامبز اللي كانت من السلايد. اللي هو من اول لاترسنج من بعد اول ربع ساعة من لاترسنج كده. لا. الحاجات دي اعتبع عليك. اه. لو انت بتتكلم عن البرانش. احنا شرحنا البرانش اوفيت. الا ما شرحناهوش كان جامب اوفيت يعني. فده ممكن تقرامنا السلايد. ده ممكن ايه. ده هيبقى عليك. احنا هنقف قبل الفونكشنز. هو ده الجزء اللي مش هيبقى داخل معيك في الكويز. او الفونكشن والستاك واللي هو الستايل بتاع الاكيوميليتورز والستاك استاك والحاجات اللي هو الستاك والرجيستر والموديولز دي. هو ده اللي مش هيبقى عليك. تماما. حلو. حد عنده ايه سئلة تانية. خاصة بالسكشن بتاع الاسبوع دوت. اه. اه. في المترم. المترم بيبقى فيه ام سي كيو. في حاجات مش ام سي كيو. الكويز هو بس اللي هيبقى ام سي كيو. لكن المترم هيبقى فيه حاجات انت تعمل بس السيمبل او السيمبل. وهكذا يعني. فالحاجات دي هتبقى موجودة في المترم. احمد خالد. احمد. احمد. اعمل من عندك انا عملت لك. اعمل انت من عندك. يا احمد. عندك زرار كده علامة المايك. دوس عليه. لو في حالة ان الزرار مش اكتف عندك. فدي هتبقى مشكلة من عندك. فانت هتحتاج تخرج وتدخل. لان هو كده مايكروسوف تيمز معلق معك. زي ما حصل. من اسبوعين كده لعمر هشام. يعني كده انا فاتح الايكون بتاعتك يعني. ممكن يخليك تكتب كود سي. هو ممكن يقول لك اعمل دي كومبيل. لو انت هتعمل دي كومبيل انت هتكتب كود سي. بس مش تكتبه من دماغك. انت بتحول الكود الاسمبلي لكود سي اه. يا احمد يا تخش وتخرج يا تكتب السؤال في الشات. كان جامب رجستر بي امبليمنتد. اه دول الناس اللي دخلت في الكويز. اه هي كان بي امبليمنتد. بس احنا متحطهش في الاي. ليه علشان انا السكوب بتاع الاي. انا عندي السكوب بتاع الاي. كلها كلها بالاستثناء. انا عندي الاوب كود. فبالتالي عندي 64 استراكشن. فبالتالي هل انت تحب ان انا اشيل واحدة من 64 احطها لجامب رجستر. ولا اشيل واحدة من الار فورمات اللي هم حاجة سبسيفك. احطها فيها. يعني هو ده سؤال اللي احنا انا كنت معطلت على فتحه. وهو حاطة الكويز يعني. وبايزة وهي الكويز ده ما كانش عليه درجات. ده كان عليه هدية رمزية يعني من بشبان صحمة فتحه. فما كانش عليه درجات. هو كان جاي بحاجات من التحنات عشان الناس تقايم نفسها يعني. بس هو كان بي امبليمنتد. بس هل هي اي. لا هي ار فورمات. لان الار فورمات عندنا لاجوري. ان هو لو حط في الاي فورمات. هو استغل الانستركشن. المفروض ما يستغلش في المكان الدايئ. بتاعنا في عدد الانستركشن. هم 64 استركشن. تقول يا عمر. لا لا تفتح برغض. خلاص شيك. ماشي. اعتقد بكده يبقى خلصنا. نقف الركوردنج ونشوف لو حد عنده اسئلة فيما بعد كده اللي هم الناس اللي سابقين في المنحك دول. اشتركوا في المنحك. اشتركوا في المنحك. ص Bes분. اشتركوا في المنحك. انتظروا في المنحك ويحبروّو.